أيها النفس تزعل يا أبو علي يعني ما يزعل لصاحب المخدرات أنا وأنتم نزعل لنظافة يا أخي عندنا مشكلة لا إرادية خارج ظروفهم كل هذه عرفها عرفتها بعد مجلس أنا عند والفضل لله سبحانه وتعالى أنت دائما نقول أخلص القول والنية لله سبحانه وتعالى يعينك الله يعينك رب البري تدخل في قلوب الناس من نوسع لبهم وهي كانت مشكلة شائكة فقال لما العشاء طبعا متاخ خرمى بعد العشاء لا كذا لا كذا أخذت على جب قلت يا أبو فلان الوضع 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 قال أنت أبو البنت الثاني وأنت تقول وتمون لكن قلت لا تقولي لكن أنا أمام الله هدنا خارج عن إرادة إلينا صلحت الموضوع هذا وفعلا وجده كلامي صحيح بعد فترة شيء قال وشيء ما يقال صحيح ولا لا شيء ممكن تعرضه شيء ما تعرضه فأنا لما نثق فيه الرجل ونثق فيه كلامي وجدت كلامي اللي قلت بعدين صحيح الآخر يقول والله يمكن هذا كمان قبل يمكن والله ما أدري سبع سنوات واللي حولها قال يا أبو علي أعرف أنك أحيانا لك بصمات جيدة وكذا وفضله لله سبحانه وتعالى ما نبطي من اللي عندي لكن نجد هد بما يعلم الله سبحانه وتعالى قال المشكلة أنا عاني داحينا عطيت أخوي أمس والآن بنتم الزواج وما بيحصل لأخير من البنت وشككت فما وشككت في كذا قلت أكد إذا كان كذا أخوك إن شاء الله يكون عاقل ما عطيت كمسة أرفض اليوم قال والله إني حامل الدنيا كلها فوق راسي لا يقول أخوي إني أنا تسببت في فركشة الموضوع فركش ينفركش فركش ينفركش وهنا تدب إذن إن شاء الله أنه صلح الموضوع في حينها وأسأل الله لأنه أولوكم التوفيق لكن لا تحكم على الناس بهذا الكلام هذا الشيء اللي أنا أقوله يا أيتها الأم إذا أنت غافلان عن موضوع تأخذين أخباره وبنتك في الصباح وفي المساء فعلا منها ما لن تتوفق أتركيا لا تتوفق أتركيا فكي لا العنان يعني ما تقوم تغسل البيان لأن تقول يمي والله مطلوب مني كده كده يمي والله أكلنا كبسة وكان الكبسة على زياد الزيت إيش التفاصيل هذه يا بنتي أنتو كلكم بنات الله أنا أكبركم كلكم التركي بنتك في حالها تعيش ولا تسألين عن صغير العلوم ولا كبارها إلا لمن يلجى هو فاسألوها الزوج لا تصدقين لبنت إذا لجاء الزوج لكم فاسألوه أهلا الذكريين كنتم لا تعلمون يا أبو علي أشراك أنه إحنا نبي بما نبي صالح في عيني موجود وكل كم موجودين نبي طال عمرك نحط الحلقة كلها تتعلق في الأمهات والأخطاء اللي مرسلنا ونبغى ليدافع ما عندنا مشكلة إحنا اللي بيدخل معنا يدافع ما عندنا مشكلة وأنا كذلك والله الأسبوع ها إحنا نقبل من حقك نأخذ واحد مدافع عن الجميع لا والله الأسبوع الماضي والله عن المنبر هذا ويعرفون اللي يرسلوا لي قالوا لي عن موضوع عن الأخ يا أخي استحوا حتى أخذت سنابة مقطع جبر مداري مداري في الأخت وسنبتها ما هو عشان قال لي عشان أني أقول أرضهم لوب شيء من من الإنصاف لما يقولوا لي يسنب وقل وقل كذا يا أخي اتقوا الله بخواتكم اتقوا الله يا أخي أختك يا أخي هي الأمة الثانية لما تقول لها شيء وتجرحها بشيء ما ردتها لا تقول كذا ما أبرجال يشير عليك عصا ولا أخوك ولا كذا وبعدين تتهادو وبعدين تعرف المغط حرمة يا أخي لا تنبع عندك على أختك الله يستهى والله يا بعض الحريم إنه نرجل من الرجال جدا والله إنه نرجل من الرجال والله أحدك عندها والله يعلم يمكن نجرح ألوثاتهم ما عليش اسم خلقنا لا لا نحن نتكلم الصحيح لكن نحن نتكلم إنه بعض الأمهات بعد مثل ما عندنا بعض الآبات عندهم أخطاي أبو فعلشان هذا بحلقة واحدة الآباء والأمهات في حلقة واحدة المقدرة الجميلة اللي تكلمت عنها واللي هي تقريبا يعني ما يخلو بيت منها اللي كثر العتب والتشر يعني هذا يبعد المسافات ويكسر يعني الود والمحبة ليش فعلت وليش فعلت وعندنا قدوة النبي صلى الله عليه وسلم لما صاحبه أنس بن مالكة وأحد أخد دامه فيقول صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين ما قال لي يوم انقط لما فعلت كذا أو ألا فعلت كذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومع خادمه ولا ينهره ولا يسجره يعني في كيف نتعامل مع اللي نحبهم يعني تجد الآن الزوجة تحب زوجها لكن ورق موس كذا وطيبه كذا وطيبه كذا راح الليل كله على كذا وكذا يعني على شرهاته على عتب واللي عندنا هذا اللي دائما نجعله يعني مفتاح أنا لو ما حبيتك ما عاتبتك وتعال راح اليوم كله في عتاب ليتك ما حبيتني يا أخوي لا تحبني ولا تعتبني يا ابنة ريحني بي ما يعاتبك اللي يحبك وتعال شوف هذا يجيب لك الموشح كله في حياتنا أنا تكلمت هذا الكلام لي أنا قد أقع فيه أخطأ يعني كلنا نخطأ لكن من مجلسنا هذا يصير لنا منطلق للمشاهد ولنا أننا نكثر من العتب واللوم والتشره وليش ما عطاني وليش ما فعل لي وليش 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 يعني هذه تميت العلاقة وتجعل الحياة ما لها طعم ولا لا يا ابو محمد وإذا كنت في كل الأمور معاتبا يا سلام صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه يا سلام فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه يا سلام ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه يا سلام يا سلام سبحوا لي أذن هاي أنا عشاني متأخر عشاني متأخر جازوني بالأذانة عوض عوض توكل عوض الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أشهد أن محمد رسول الله 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 الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أبعث الله أأنا محمد الذي وعدته رضيت بله ربا و بالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا و رسولا ما بين الأذان والإقامة دعوة مستجابة فلا تنسونا من دعواتكم بارك الله فيكم يلا حيهم بيرضى عليكم يبارك فيكم في أي مكان اه اه عيش جوك بعد كيف الحال بشان ابو محمد ابو ابراهيم ابو ابراهيم ابو ابراهيم لا تشرح علي ابو ابراهيم دعوة ما بعت القهوة اهم شيء الفطور والقهوة اتقل ممنوع لأيتها ما بعت فيكم صدق والله يا ابو ابراهيم سم يعني الصفة هذه حيش انها تبعد بينك وبين صاحبك وبينك يعني انت الآن تعرف ان هذا اليوم بيشرح عليك وانت قصرت ابن آدمي لا بد يتعرع النقص والخطأ والزلل فلما قصرت بتروح لتقابله بيقعد يبدأ فيك عتاب بعض الناس يتجنب زيارة ثم يتركك اللي يحبك يدل يكرهك يقول رجع بروح من يبلاقي إلا صح عتاب وقشها على العلاقات يعني القصيرة أو علاقات طويلة طويلة انها راح تنقطع بسبة هذه الصفة يعني راح يتركونك الناس يوم من الأيام لأنك إنسان يعني دائما رعي شرها دائما رعي تبي دور الزله دور الغلط ليش تخطى في حقي وليش وليش تجد الناس يتجنبونه كلها لا يا باب رحي حتى الرجل الكريم ما يكثر العتاب ويتغاضع في القرآن عرفه عن بعض وعرضه عن بعض رسول صلى الله عليه وسلم هذه صفة يعني ما سأل بالتفصيل فالإنسان ما يفصل حتى في أمور البيت مدام الزوجة قائمة بأمور بشؤون البيت كاملة ومورك ليش تسأل بالتفصيل بعض النازل دخل طيب كذا طيب لو سويته كذا طيب لو حطيته كذا هم دائما نحن يعلقون يقول المتقاعدين يقعدون كذا لصين هذه صفتك أنك تعاتب وكذا خلك ومشي على قولهم يعني لا تدقق في كل شيء تبدق يقول للي دققوا في الألماس وجدوح فحم أسود أسود يقعد دقيق شيء سأخلك جميل ومشي أمورك وتمشي الأمور بالتغاضي بالتغاضي والتراضي ما فيه بيت أو صداقة مبنية على أنهم كلهم ممتازي لكن هذا يتغاضى وهذا يتراضى سواء الزوجة وزوجة والصديق والصديق والأخ وأخي لابد منها الأمور هذه يقول مدامها تمشي مشى مشى مثل ما قال المثال دام تمشي مشى اينا والله نسأل الله أن يعفو عنا التقصير حاصل ولكن لا يواخذكم الله باللغوي في أيمانكم الآية ولكن يواخذكم ما حقتم الإيمان الإنسان لا يحمل حقد معه حتى لو حصل زعل ولا حصل شيء لا يمنى أحدكم هذا حديث شريف حتى يحبوا لي أخي المسلم ما يحبوا النفس أنا كنت أقول من زمان مهما كان حصل بيني بين الناس من نقاشه وكذا زمان لا حلال الحمد لله ما أنه عدول للشيطان يقول لي ليش ترد عليه فلانه وانت بزعلنتوا إياه قلت اسمه موبايلي أو جوال متنقل يعني لا بد يجيبك فعنه هذا رد عليه في حدود السؤال اللي يطلبه العلم بعد ذلك أنه يحصل على صلاح أما أنك تجفى هذا لا والله يشعاري يا أبو ثامر ريهون السامر ردي يا أخي ما أدق عليه فلوز علان اللي يبغى شيء ومنهجنا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم أي واحد يجي له بمشكلة ما يعاتب ينتقل على الحل على طول اللهم صلى الله جاء الرجل قال أني هلكت قال ما فعلت قال وطيتهني في رمضان ما قالوا ليش تطاهم وليش سويت وانت فيك ما فيك قال عندي صدقة يعني بدأ في تقدر تصوم شهرين بدأ في بالكفار على طول واللي جاء للرسول قال اذا اللي بالزنا ما قال اللي فيك ما فيك على طول عتاب قال ترضاه لأمك ترضاه لعمتك ترضاه لخال neste قال لا فشوف صلى الله عليه وسلم ينتقل للحل على طول يعني لا يببغ السائل أو يعاتب القبل فينتقل للحل على طول هذا منهج نبوي معلم البشرية اللهم صلى الله عليه وسلم رجال وتعلمون رجال ما تنعلمون يقول ترى المعاضب دواء والترك قلبك عن المنتحي ردة ردة يعني ساعات فيه إنسان أعوج تفكيره أعوج تركيبه تعوجه لا أنا راح أقومه وإذا أغلطت عليه ممكن أخسره وإذا أبلش في حياتي أتركه خلاص ما أنا مجبور أنا أنا ما أنا مجبور أني أقوم أخطاء الآخرين خطأه هو يتحمله فيه رب كريم الله سبحانه وتعالى يحاسب بالخطيئة وفيه نظام بالدولة يحاتب على القانون ويحاسب بالقانون ويأخذ الحق منه ويعطي حقه إذا كان لها حق لكن المشكلة في فرض الوصاية إحنا عندنا مشكلة الآن إحنا عندنا مشكلة في المجتمع أنه أغلبنا يريد يصير وصي ويقيم على هذا المجتمع أنه ما يبغي خطأ الخطأ من طبيعة البشر كل الناس يخطئون كل الناس يخطئون ما في أحد ما يخطئ مهاي؟ أبن شعلان له بيت جميل يعني دائماً إحنا نقول أن اللقاء علاج النفوس واللقاء علاج وكذا لكن أيضاً الفراق علاج أيضاً يقول طال عمرك بن شعلان من شيو أخر والله المعروفين يقول ما ينكره فرق الجماعة اللي يدوك لما تشعر بالأذى من ربعك ومن جماعتك أبعدينه ما أنت مجبور كل يوم أنا وجهي بوجهك وكل يوم أنا مشكلتي مع نفس مشكلتك وكل يوم أنا وياك في عراق وكل يوم أنا وياك في هواش يا أخي ما أنا مجبور أبعد على ما قالوا الشيبان الأولين يقولون في جوجه للغانمين وسعي الأرض في جوجه للغانمين وسعي الهجرة إحنا أمرنا بالهجرة أولاً تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فتهاجروا فيها هاجر ما أنت مجبور ليش تقعد في مكان يؤذيك ليش تقعد في مكان تحس أنه أنت رح تخسر ساعات أنت لما تبتعد عن المكان فهو محبة له محبة للناس اللي حوله لأنه أنت زعل واحد بيزعل وراه مية ترى زعل الواحد بيزعل وراه مية الواحد هذا مو بالحالة بعضهم يزعل مع الآخر حمية وبعضهم يزعل مع الآخر تعاطف وبعضهم يزعل مع الآخر زعلن عليك لأنك أنت زلت عقلك وحطت عقلك بعقل فلان صح ودائم تصير المآسي هذه لكن إحنا طبعاً نقاشنا للأمانة ما كان حول الخلافات الزوجية الخلافات الزوجية لها خلافات عمولاً إحنا كان نقاشاً عن الخلافات بشكل عام عن الخلافات العائلية اللي تحصل بين أبناء العوايد وبين طالع عمرك الأخوان بين الأهل الأصدقاء بين الخوات صح زين وهذه قطيعة والله العظيم أنا أشوف وصل الرحم مهم جداً وترى أنت تؤجر في صلة الرحم ساعات كثير مننا نتمنى أن نزور مثلاً أهلنا أو كثير من الناس يتمنون يزورون حماتهم خالاتهم لكن لأنه عنده مشكلة مع ولد عمته ما يقدر يزور عمته له مشكلة مع ولد خالة ما يقدر يزور خالة لا يا أخي زر خالك مشكلتك مع ولد خالك بتنتي في يوم من الأيام بتنتي لكن أنت مش موقفك قد نام خالك وأنت هاجر خالك لأنك زعلت مع حفلة وبرضو حتى الخال يعني لما يزعل مع ولده على ولد اخته هذه بعض إشكالية وليت وزعل على خلاف شرعي تقول هجروا فلان من أجل أنه ما يصلي من أجل أنه لكن خلافات ما تستاهل أحيانا أمور مادية أو أمور ما تستاهل يعني العتب يعني فلان مع زمني فلان زواجه ولده ما قال لي تعال يا رجل بعضنا ستهوى شون على ثوب على ثوب فلان لابس ثوب جانب الحفل الفلاني لابس لثوب أنا ما أدري شون هو قايا لو أنا لابس لثوب واش دخلك بلبسي واش ما دخلك بلبسي حال ثوب حالة تفاهات وكثير من المآس سام طال عمرك أنا ما أملك يا طال عمرك اللي شفتك هلأ أنا أتيك بكل قلبي ووجداني ومشاعري يا أخي يا زمان واحد من يعني احنا بنعرج شوية كده لكن إن شاء الله أنا تعريجي حلو سوق السوقي طال عمرك تخبر عند الأسواق نهاية الأسبوع يعني سوق يوم معين سوق الخميس يعني بمشايب تاتوني على عزوما أضيفكم وكذا فيقول أنا كنت والله أردي فيه شوية من يعني قلت له يا ابن الحرام ما حنفظين ما حنفظين حنا مشغولين وعندنا زراعة وطال قال لا إله إلا الله يا أفلان ما ودك نخليها نصفة ما ودك نخليها نصفة قالوا بيقول بيدك كده يعني خليها فلا فإحنا طال عمرك طرع على باله إلا إنسان أحبه جدا والله يا سلام خالد الفيصل الله يحمده وأحب قصائده وأحب كلماته يعني تلامس طال عمرك المشاعر وش خليت يقول يا ساحا يبسرتب حتى عداي شمالا يا سلام يا سلام يا ساحا يبسرتب حتى عداي شمالا واستعير يدموعي سيلي كل وادية يا سلام أرجو يا ساحا فوقها كتلالا صوّر إلى حنين عقب طال الغيابي والعي يا ساحا با السمع والعي يا ساحا با في السمع كل جديد فدائما بعض الكلمات او بعض الاشياء انت احاول انت اذا كان في ناس مثلا في الاسرة ولا في المجتمع ولا في الجيران تعال من جانب الاشياء الايجابية تعال لهم من جانب الاشياء اللي محببة اللي فيها السعادة وفيها انك تدخل عليهم السرور وما تجي طلع عمرك انت تجي طلع عمرك تبغى تجمع وتدور الود فتجي انت طلع عمرك بعنف ولا كلماتك تكون مثلا قاسية تجي عندك انت مخطي انت سويت انت هذا يا اخي ما انت طلع عمرك ما تدري ابع فيها امور لها خفايا ما حد يعني لهم خفايا الا الله سبحانه وتعالى كل ما كان الانسان الوسيط وكان الانسان اللي يبغى يجمع الشامل ولا يجمع يعمل الود فيما بينه السعوة انه على مستوى الاسرة ولا القرياء او المسجد او الجماعة ترى احيانا يطول عمرك في المسجد الله يحفظهم ان شاء الله جماعة المسجد وهذه ملاحظة في غالبية المساجد يكون فيه انزاعات والله على اشياء الله يقول انها ما تستاهل اتحصلها عندهم كيف ولا عند فراش ولا الامام تاخر ولا الامام قدم ولا يعني يقعد بعض الناس الله يرضى عليهم ويحفظهم ان شاء الله دائما تحصل في المسجد دائما المعاتب او مثلا المنظم ليش ما تقدم وهذاك تقدم يا ولاة طيب يا اخي ما تقدم تاخر ليش هذا ازعجتونا حتى احيانا اللي يجبون اطفالا معهم بعض الوقات يكون منهم تجاوزات لكن ترى اذا جاء مرة ولا مرتين ولا كذا ان شاء الله يعني يكون طلع عمرك المرات الجايات بيتعوز ولذلك يا اخواني طلع عمرك يعني زي ما يعني ما قلت لكم اهم شيء الانسان اللي يقعد طلع عمرك دائما يعاتب ويجي من عند الاشياء الغير نجابي انت انشد طلع عمرك وحسن الظن يعني مثلا طلع عمرك حتى المتخاصمين ولا ما اللي بينهم شيء تعالهم من الابواب طلع عمرك اللي يطلع عمرك ان شاء الله هنا من تكذاب لكن انت اصف لها محامد الانسان هذا والامور الايجابية اللي فيه ترى فلان يا طلع عمرك ولو كان نخلق ترى ما ترى لها مكانته ولا كذا وسبق لها العلم الخير الفلاني وسار منها المبادرة الفلاني وترى لها مكانته وترى يعني رأي اصلاح ورأي عملا صالح ورفيق وجار وكذا يعني فلذلك لانه دائما في المجتمع يا اخواني ما يخلق من اللي طلع عمرك سواء ان البعيد وللقريب من الاختلاف وجهات النظر هي حاصلة يعني لكن الكمال لله اسأل الله سبحانه وتعالى ان هي يكفينا شر انفسنا والانسان يا طلع العمر بل الانسان وعلى نفسه بصير انت ابدي طلع عمرك بنفسك انت يا الانسان لا تلوم من نفس طلع عمرك الناس انت في انفسكم ما فلا تبصروا شوفها كيف انت سلوك كيف وضعك لا تروح طلع عمرك تحط في الناس تقول سو سو انت لا سمح الله كمان لله تحياتي لكم جميع الله يعطيك العافية طلع عمرك في رسالة وردت لخونة ابو علي تقول مشكلتنا انه رجال هم اللي يعاتبون على الطلعة والدخلة والله انا انا اتفق انا اتفق معي انا اتفق معي باللأمانة في بعض الرجال معاتب الكل الكل الصفة هذه العتب مو من اقصد بها اي شخص عنده هذه الصفة انت بهذه الصفة تكره الناس اللي حولك كل انسان يتمنى انه يكون محبوب انه يكون قدوة يكون قدوة يعني ما في احد يكره محبة الناس فلو صارت معك هذه الصفة فاعرف ان الناس راح تبعد عنك وتترك كل اليوم اقول العتاب نعم العتاب يقولك الهرج الهرج مثل ترى مثل برادة الحديد اللي دايما تخرج من الحديد لما تصنفر الحديد وتحكه وكذا يخرج لها برادة ويصير هالحديد اللي طولها متر تصير هذا كبره بيوه زين فلما انت تعاتب هذا وهذا يعاتب هذا وهذا تدخلون فيها مشكلة تزوج هالكلمة اللي بسيطة جدا هو الموقف البسيط جدا اللي ممكن يحله بصمته تعرف يعني هل كل الحياة جميلة طبعا لا لا لكن هل كل الحياة سيئة ايضا طبعا لا لا ايضا لا الحياة ما هي سيئة ولا هي جميلة الحياة تريد من يعرف ان يتعامل معها تعامل بذكاء مع الحياة تعامل ايضا بذكاء مع من حولك لذلك لو وتلاحظون يعني دائما في مفردة حنا كنا نتكلم فيها كنا نتكلم في قضية الذكاء الاجتماعي والغباء الاجتماعي كثير من الناس يتوقع انه الذكاء والغباء له علاقة في العلم لا ما له علاقة في العلم ايضا حتى في شربة الماء بيكون في ذكاء وبيكون في غباء كيف تكون ذكية تتعامل معها البطل هذا ومحلبة الموية هذه وكيف تكرمونه محشة مذانكم وذان السامع والكريم اقل من الذكاء في انك انت تشرب الموية هذه او انك انت تتحاقل على الموية هذه فالذكاء الاجتماعي سبحان الله في جانبين السلام عليكم السلام ورحمة الله مسألة الذكاء الاجتماعي فيها جانبين فيها جانب تعليمي تتعلم فيه وتتربى التربية علشان تكون ذكي اجتماعيين رسول الله سلم ادبه ربه فاحسن تأديبه الله سبحانه وتعالى اللي الهم الرسول صلى الله عليه وسلم بكثير من الامور انت اتبع قدوة الناجحة اتبع القدوة الناجحة اللي هم الرسول صلى الله عليه وسلم صحابة رسول الله العلماء الأجلاء الكتب الموجودة اتبعها ايضا استفد من تجاربك في مسرة الذكاء الاجتماعي اللي هو التعليم في شيء اللي سبحانه وتعالى يعطيك ياهله هو الالهام كثير من الناس يقولك والله يا اخي ترى ما يوفق الا موفق ما يوفق إلا موفق الله سبحانه وتعالى سعى يوفق ويهديك إلى الطريق القوي محبة فيك وناس انتعلموا العلم واستفادوا من قضية كيف يكونون أذكية اجتماعيا وناس للأسف الشديد ما استفادوا فصاروا دون درجة الذكاء أنا ما أودنا نقول المخردات اللي ما هي طيبة دون مستوى الذكاء فحتى رسول الله سلم لما كان يبغي يعلم أصحابه معلومة معينة يكتفي بالتلميح ما باله أقوام دون التصريح ما باله أقوام فعلوا كذا وما باله أقوام فعلوا كذا معين فكان رسوله سلم يؤمن بقضيتين في مسألة ما باله أول شيء عشان ما يجرحهم شيء تاني عشان مروعي الستر لأن التعليم أهم من الفضيحة كرسول سلم يرى أن التعليم أهم من الفضيحة لأنه من ستر مسلم ستر الله في الدنيا والآخر وستر المسلم دائما يقول لك الصحة ممكن تكون على تاج النعار رسول السلام هذه مقولة لأحد الرجال اللي أنا احترمه وجله كان سألني سؤال قال لي وش أهم شيء في الحياة اللي هو الشيخ عبدالله العاصي الجربة العافية سألني سؤال قال لي وش أهم شيء في الحياة مبطل الكلام هذا قبل حيث عشر سنة وفضل عشر تتعرفون يعني نظريات مختلفة ممكن نتسان يقول لك أهم شيء في الحياة الماء ممكن نتسان يقول لك أهم شيء في الحياة الصحة أهم شيء في العافية أهم شيء يقول لك فقال يشوف ترى أهم شيء في الحياة حاجة واحدة لا لا غير الصح بعد رضا الله سبحانه وتعالى أهم شيء في الحياة الستر الهي الستر إذا انكشف الستر لا حوله ما حد راح يغضيك الله المستعب شفت شون يعني هذه معلومة مهمة جدا العوائل للأسف الشديد لما يتخاصمون يكشفون سترهم هذه المشكلة كلنا عندنا أخطاء في عوائلنا وكلنا عندنا مشاكل في عوائلنا لكن لما طال عمرك اليوم ما بدخل أمثال لأنه أنا على سفر اليوم لا 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 شكرا فأعذروني أنا أتجه إلى ديار غالية على قلوبنا أتجه للقصيم اليوم إن شاء الله دعواتكم لي بترجعب السلام بل لغم سلامنا كلنا يقول لك البير إذا حفرته زاده ورادته زاده وليبون الورد يبون يشربونه أكيد أكيد وإذا دفنته قلوش الله قلو ورادته فلذلك المشاكل إذا أنت حفرتها وكبرتها زاده و الورد وكل إن قام يأخذ منها نصيب وتصير العالم أنا والله لا يعني شوف إحنا عانينا مشاكل وكلكم يعني تم مشاكل يجيك واحد معك ويجيك واحد ضدك ويجيك واحد لا معك ولا ضدك متفرج هذا المتفرج خلى على جب اللي معك حط في رفيقك النون وما يعلمون وكره فيها الناس وضرك هذا اللي معك لما يقول فلان سوى بفلان يمكن أنت ما تدري فلان وش سوى فيك أو ما تدري فلان وش أعمل فيك هذا اللي معك يحبك اللي يكرهك فلان فيه ملا فيه ملا فيه ملا فيه وأصل المشكلة تروي أجمعت الخير تروي القضية الفلانية ويبدأ يضطرق الأمور وقال فيه كذا كذا ما هي في بالك ما هي في بالك أمور أصلا ما هو الخلاف الخلاف ليش لبست العقال في اليوم الفلاني ما هو خلافنا حالا أن فلان سفرت أنه يوم للدير الفلانية ويوم راحنا بنشتري بسكوت ما دفع الحساب طلع بخير وطلع وطلع ما هذه سلفتنا سلفتنا لبست عقال يا جماعي لبست عقال غلط على سبيل المثال يعني الموضوع تلقاه تافه وبسيط لما تخالف فلذلك أنا أقول طبعا أختنا ريم راسلتنا في الموضوع أيضا أختنا فاطمة أختنا من السفياني فاطمة من الجوف طبعا يا فاطمة ما عليك لا يهمونك يا فاطمة ما عليك اللي يعاتب على الموضوع يا أبو ثامر على الموضوع البسيطة خليه على جم ما عده بضروري سمي أبو اسلام تغذلي بإضافة بسيطة يعني خير كل إضافات ثلاثة أشياء أولا يطوى العمار سبحان الله ترى راعة طبيعة والله أهل ماتر عمارك سبحان الله ما يلعينها كلنا على طبيعه يغلب عليها الطبيع هذا باب الباب الثاني يقولون يطوى العمار الحكماء والناس لهذا يعني الإنسان بعقله ولكن العقل ثلاثة يقولون العقول ثلاثة ثلاثة عقل موهوب وعقل مكسوب وعقل منهم خلاص عقل موهوب وعقل مكسوب وعقل منهم في العقل الموهوب الله سبحانه وتعالى وهذا مكن هذا الإنسان بعقل ويستعمله على أصوله وناس انطلع عملك لا ربما أنه تفكيره وكذا ولكنه يكسب يكسب من مثل مجلسكم هذا مثل اللي مثلكم وشرواكم يستفيد من الكلام اللي سمع طلع مركبه أبو علي واللي سمعه منه أبو ثامر واللي سمعه منه أبو الله يحفظك إن شاء الله أبو عبد العزيز وأبو أبراهيم واللي خيرهم يستفيد يا رحم يعني يكسب صلى الله عليه وسلم تحصل طلع مركبه ومهو زمان قالوا راحوا يتكسبون راحوا يتدوروا المعيشة فلذلك طلع مركبه الإنسان وعاقل أن الله يمجيرنا وياكم منه يعني اقر تصلح يقولك طيب طيب وتحصله شوي طلع مركبه يا الله ما هو قويك الأول وهو في وادي وأنت في وادي وهذه توفيقة من الله سبحانه وتعالى لكن يبقى الإنسان الحكيم اللي يعرف كيف يحط الأمور في مجاة يعني الأمور في نصابها يعني أنت لا تقعد طلع مركبه تقول مثلا ليش بلان ما سوى كذا يا أخي وهذا وضعه وهذا حاله لكن يبقى دورك أنت كيف تقنعه وكيف تتحبب إليه مثل هذه الأمور فلذلك يا طوال عمار لما نحننا هذا دائماً ليعاتب ويعاتب ويعاتب والله يا أخواني أحياناً والله نلومان في السنة نعاتب الأولاد ونعاتب البنات ونعاتب أولادنا على أشياء والله إنها لا تقعد دائماً أنت معاتب حاول أنك تكون إيجابي لأنك أنت بالذات الأب في البيت تراك القدوة وإنت بلازم أن ترى عمارك كبير السن في الحي تراك قدوة يعني خليك تكون قدوة صالحة لا يطاقوا أن ترى عمارك من الناس اللي دائماً ترى عمارك يفرقون وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يغفر ذنوبنا والله يا أخواني مجتمعنا خير ومجتمعنا طيب ومجتمعنا دائماً يحب المبادرات الخيرة ولا يبهتونك من هذا لكن كيف أنك تتوصل اللي في بالك المثل أنت رأى عمارك لأبو علي ولا أبو راهيم ولا أي إنسان أنا يا ابن الأجواد أنا يا أخويا أنا ابن عمي أنا يا جاري خاصة في الأشياء طوال عماركم ولا تقعد تبحث عن الأشياء ليش أنت عملتك كذا أنت لك الأشياء الباينة لا تقعد تبحث الخفاء طوال عماركم تبحث فيها وفعل فعل أشياء إن تبدأ لكم تسعوكم الإسلام يا أخواني ترى والله نور والأشياء طوال عماركم الإسلام وسط أسأل الله أن يذل أنه يغبر ذنوبنا وتبقى طوال عماركم بالمشاجرات والمشاحنات بين الأسرة وأنت تكلمت في البنات والخوات الخوات يا شباب ويا الله خوات وعمات وخالات وكذا حطوا بالكم منهم لا تعتقد تقول بوي أنه وروح لهم ويجيهم بوي خلك أنت مبادل خواتك طوال عمارك تراهم ما يبغن إلا الله سبحانه وتعالى ثمنه يمكن هم ما يقولون لك مثلا حنا نحس ولا كذا ما يقدرون يستحق فخلك أنت المبادل والوافي الله يظهر حظنا وحظكم أهلا يقول عندنا المثال أو شيء قال الله سبحانه وتعالى إذا جاءكم فاسقون بنبأ فتبين أنت تصيبوا قومي الجاثمة سبحانه وتعالى أنا لما أذكر مواقف الربع ترى ما أذكر المثالية يعني ما هو أقصد بها المثالي والله هو اللي يعلم لكن قدرا كنت أنا كثير لغرض أو عمل في القرى فوجدت واحد والثاني زعلان واحد منهم على أخوه والثاني ذا الله يرحمه للميت ويعافي الحي ووالدينا ووالديكم فقدرا جيت يقول لك إذا كان المعالم هبل في المستعلم يكون واعي المعالم بس يقول لك المعلم لا ما هو المعلم المعلم اللي وصل لك الخبر جيت إلى والله إنه يقول لي طيب أثنين ولا ثلاثة قلت بسرعة حقوني في المحلم الهلاني أي شيء هذا قلت فيه قضية من أصلحها قلت إذا جاء أخوك سلم على رأسك لأنه هو الكبير والله ما رحنا ألا أصلحناها كيف لو كان جيت إلى الشحاشن هذا بالعصي يقول لك بربع هذا المسألة إبغالها تأمني أجعلنا إذا حضرنا إن شاء الله أنا وإياكم جميع المسيح أجعلنا مباتيح للخير مغالق النشاء أكبر الله أكبر شهد أن لا إله إلا الله شهد أن محمد رسول الله حيا على الصلاة حيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى الله أكبر شهد أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر سمع الله لمن حميده سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله أكبر سمع الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله نبي يسمى علينا هذه نعمة والصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم مع أحنف وقال إن فيك لخصلتين يحبهم الله ورسولك الحلم والأنى مدح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وهو أقل من النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم هو صاحب الحلم الكبير لما كان يجلس في المسجد وكان فيه أعرابي والرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث ويعظ الصحابة ثم قام هذا الأعرابي فبال في المسجد فابتدرها الصحابة فأشأوا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أجلسوا حتى فرق ثم قال أهريكوا على بوله ذنوبا من الماء شوف تعامل مع المواقف تعامل رائع لما أتى رجل آخر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا محمد ولم يقول يا رسول الله قال يا محمد أرأيت إن صليت الخمس وصلت رمضان وأديت الزكاة وحجيت البيت أدخل الجنة قال نعم قال والله لا أزيد عليها قال أفلح وأبيه إن صدق مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في جميع حاديثه لم يدخل فيها حظوظ النفس لما أتى إليه الأعراب ثم جذبه حتى أحمر رعاتك عليه الصلاة والسلام قال يا محمد اعطني من مال الله ليس من مالك ولا من مال أبيك لو كان هذا الموقف فينا يش هتقول له فيمشي مالك شيندي لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إليه وابتسمه في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من المواقف في أحد الغزوات يقول له أحد تلك قسمة لم تعدل بها يا محمد لم أوزع إذا كان هو أعلى وأعظم قائد في التاريخ لم ينظر إلى حظوظ النفس أبداً لم يذكر هذه الأشياء تماماً فما بالك بنحن البشر يجب أن يكون قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم تمر علينا كثير من المواقف من أخواننا من آباءنا من أبناءنا من أهلنا من أقاربنا كلمات بسيطة أو قد يخطئ عليك بلفظ فإذا كان قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجال يجب علينا أن نتحمل كل ما يصدر من أخواننا ومن أقاربنا لابد يجب أن تخير أن الاحتكاك زي ما يقوله يولد شرارك الاحتكاك موجود والأخذ والعطاء موجود فإذا كان أحياناً يحتك الناس على أشياء بسيطة أشياء بسيطة جداً تافة ليس لها قيمة مثلاً اختلاف على لون سيارة اختلاف على فريق أفضل من فريق طيب كل واحد له وجهة نظر أنا أحب هذا اللون من السيارات وأنت تحب اللون الآخر من السيارات مو معناته أني أنا خالفتك في هذا الشي لازم تفرض علي وجهة نظرك وإلا يبقى قلبك ملي داخلياً حتى بعض الناس من شدة الخلاف على الشيء تافة يقول إذا فلام موجود في المجلس أنا ما رح أكون موجود معهم أبداً على أشياء تافة ليس لها وجود فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً إيش المراء؟ جدل الجدال تترك الجدال حتى لو أنت على حق لأن الجدال في الأخير هيولد مشاكل فإن الحرب مبدأها كلامه فإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب مبدأها كلامه مجرد كلمة مني وكلمة منك وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء الخلاف أحياناً في البيت نجلس نتناقش أنا وأخويا أو أي واحد من أقاربي ونتكلم عن نوع من أنواع الشاي هذا أفضل هذا أفضل كلمة مني وكلمة منه فتكبر المشاكل مشدت بالكلام بعد كذا تتحول إلى زي ما تقول غسيل الشراء يبدأ يتكلم أنت فيك وانت فيك ويقول الثاني فتكبر في نفوس الآخرين وذلك منهجنا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم أن نترك المراء والجدال أيضاً ألا نتحدث بالكذب إلا في المواطن التي ذكرت لأن الأصل في المسلم سلامة النطق وسلامة اللسان لا يكون المؤمن كذاباً وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أما حسن الخلق فهو يجمع هذه الأشياء كلها حسن الخلق يجبرك على الابتسامة يجبرك على الكلام الصحيح والنطق الصحيح يجبرك على التواصل مع الآخرين بطريقة معينة ما الفرق بين لما تقول روح جيب لي مويا لو سمحت جيب مويا المحصلة وحدة أنك هتحصل على الماء لكن الأسلوب يختلف لما يتصل عليك واحد هلو الله حياك الله الله يعطيك العافية الله يحفظك الله يصلحك الله يعطيك وبين نعم ايوه اشتبغى طيب بكرة بعدين مع السلامة لما انت تتصل على مكاتب العقار تبغى تستأجل شيء أو تأخذ حاجة شوف فنونا الرد تتصل على واحد قال لي انتم من المكتب الحلاني نعم اشتبغى طيب ما فيه خلصه الثاني قولك يا هلو سهلة حياك الله آمرني كيف اقدر اخدمك والله ما عندنا العرض هذا لكن ابشر اعطيني رقم جوالك كذا صارت جديد الاسلوب يختلف حتى في التسويق لما تدخل محل من المحلات الاول يوقف معك ويعطيك كل العروض خدمه هذا النوع هذا الثوب كويس هذا كذا هذا يصلح المناسب الفلاني هذا يعطيك عروض كثيرة حتى لو سعره اغلى تشتري مانا الثاني تحصل جالس في المحل على الجوال في عندكم الثوب الفلاني شوف الجهة دي في عندكم كذا روح هناك اختلف ولذلك انا اذهب للانسان المبتسم اللي يعطيني عرض راقي ورائع جدا ولذلك حسن الخلق هو من يعرض هذه الاشياء كلها ويستطيع الانسان التواصل مع الاخرين لان المؤمن هين لين في حدود انه ما احد يضحك عليه والمؤمن كيس انفطي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله عزيز عندك اضافة قبل نختلف والله من اضافة هالينا اليوم مبسوط فيك والله اشترك اولا بشترك الماس وفاقاته زملانة اللي جعلوا السفينة فيها كم شخص وجعلوا المبحرين ثلاثة ابو ثامر وابو عبد العزيز والاربيز مع ابو مماشي هذا منطقة حسن التقى فيما بيننا ان شاء الله والصدق والعمانة والهدف هو واحد اشترك لكن بدأنا مجلسنا بالملخص الاتي بصورة عظيمة من صور القرآن صورة العمران ثم تنولنا الطلاف الحديث عن فضل صورة العمران ثم تعليق من أبو روان على هذه الآيات العظيمة ثم تعليق من أبو وسليمان ومن أبو صالح ثم بدأنا بالأمانة وبالصدق ثم تنولنا الطلاف الحديث عن الصدقة وعن ونسينا كمان تكلمنا عن الجمعية لكن ما سهبنا اليوم ذكرت الآن لكن هي ملحوقة الآن تكلمنا عن المتبرعين اللي أوصلوا تبرعاتهم لنا بعضهم من أمس وأول أمس وبعضهم من اليوم فالله يجزاهم عنا خير من بدءا من بنتنا ريم المالكي والسفياني وأبو سعود زميلنا تبرع المجلس كمان اليوم وصاحب العسل محمد بن صالح بن قحاز الله كثر خيره ومي يسمع ثم واحدة ترمز اسمها الشمرانية والله ما أدري والله ما أدري منيني لأنها طلبتها الرقم العام ودائما تلتواصل في الجمعيات فالله يوفقها ويسعدها وتقول دعو لي فالله يسعدها وجميع المشاهدين وصلح لهم النية والذرية ويشفي مرضاهم مرضاني ورحمتان ومثام وجميع المشاهدين ثم الزكاة تناولنا الطرف الحديث عنها بأنها تحفظ المال وتدفع البلاء وتدفع الضرر عن المسلم بقى عندك إضافة أبو سيمان أبدو سلامت فأولا والله ما شاء الله يعني المجلس اليوم بالذات يعني وأنا نخصنا لكل المجالس الجميلة لكن لمن يبقى الواحد يجي بهذا المكان ولا في أي مجلس ويخرجوا بانطباع مثل ما إن شاء الله خرجناه في اليوم سعدنا بالشباب الله يسعدهم إن شاء الله اللي إن شاء الله نشتفل بهم نحضر على منصات تتويج معهم إن شاء الله كلهم الأولين إن شاء الله الحقيقة دخلت هنا وكانوا باقي ما بقيناهم واخدتهم بالعقال شوية قلت اوه شي لكم حق وعليكم حق وللنوم عليك لا تنس انت عصاك الفاغر فالشباب طبعا ما طرتهم بعد ما اتصل بناس شابوا سناب وقال خليم يروحوا ننامون ما راحوا ولا بالعلى طبعا ما هذا لا مكانهم منهم لا هذا على راسي والله وكلهم على راسي والله واسأل الله يوفقهم ويسعدهم ويسعدكم أبو سليمان وكثير خيركم الجمعية قبل نختم جمعية رؤوم تنتظركم بتبرعاتكم وبما تجود بها انفسكم فتبرعوا ولا تنسوها من مالكم ومن النصيب من مالكم وفاوة دفع عن الضرر وصحة في البذن وصلاحا في الذلية صلاحا في الزوجة صلاحا في المركب وإحنا من المجلس نحث المشاهد تبرعوا للوقف يا محسنين تباه الراعون الوقف يا محسنين حبيبنا أنت معنا يا محمود معنا ولا عنا نختم ولا باقي شيء حقرة مسلمة إلى هنا ونستدعكم الله الذي لا تضيعوا وداعوا أن أحسنا فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى وأن أخطأنا من الشيطان وأنفسنا ونستغفر الله من كل يزال لنا خطية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقعدوا في العافية شكرا للمشاهدة